اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحنا عادينا نقول لأستاذ محمد قال أن القانون كرة القدم 17 مادة مكتوبة وتأتي المادة 18 كيفية تسببك 17 المادة دي المادة المينجمن اللي هي كيفة تدير المباراة بال17 مش بحلق يا جدع وطيب خاطره يعني كان مهم هي مش مكتوبة هو قال إن هي مش مكتوبة هي دي بقى اللي قيل عنها أنه هو فيه منجم لا لا هو فيه آه بس عشان عدالة معصوبة العينين علشان تطبيق يومي اسبوعي ماتش كل يوم نفس المعير بالزبط كده واليوم بقى الجميل ده فتح نفسنا فعلا لأنه أنا ما بعتبرش الآلي فاز وصعد للنهاية بثلاثة أهداف في المرمى لا بأهداف أخرى كثيرة يعني نعم كولر تمكن من فريقه فنيا يعني قدر محاولاتي للفهم بشوات الخبرة تمكن من فريقه ووصل لتجديد ثقافة اللعبية نعم وعن اتفقنا أنه هو أوروبي خالص لم يعمل في أي مناطق أخرى يعني وبالتالي استطاع أنه يبقى حاضر مع لعبته عند مفيش حموزه لا وبوزه العشر دقايق زي التسعين دقيقة وإلا فلا بيقعد يتكلم بمنطقة الصراحة مع لعبته أخيرا النهاردة مع الشابين الجمال ميسي وأحمد نبيل كوكا وقال لهم أو حطهم على تراك مختلف زي ما عمل مع غيرهم قبل كده ودي هتبقى يعني أهم 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 المكاسب يا كابتا ليه؟ خلاص كمان موف موف اللي الراجل بدأ بيها شغله وأنه الكرة هي الأسرع وأنه اللي معهوش كرة هو اللي عنده القدرة على فتح منافذ للهجمات الحمراء ومن ثم السيطرة وأنه أنت لما تسيب الكرة بتسيبها عشان تجهد منافسك لا خلاص حط أهدافه لأنه كويس قوي أنه في الشهور أو الشهر الرابع بدأ الجنين بقى يتحرك ويبقى فيه روح الجنين الكرة والأوروبي الأحمر ده ومن ثم دي فوائد الحكاية كمان النهاردة لما تلاقي مدير فني اشتغل على التركة بتاعة المفاجآت الحقيقية للمدراء الفنيين كلاس إيه يعني أنت راجل راجع لك زي كهرباء المفاجأة أنك تحطه في الوسكواد وكأنه طبعا صفقة جديدة حتى هو كان قال له مرة وقال بيرسي تاو أنا باعتبركه يعني وكأننا جبنا صفقات عظمى ايه الجديد يعني أنه يبقى موجود فتلعبه في الديهة خمسين خمسة وخمسين سبعة وخمسين تسعة وخمسين حسب لكن الشيء الصادم أنه منافسك حطت سيناريو فأنت تروح من ديل وكهرباء المفعم بأنه عايز يلعب عايز يرد له الجمهور ولإدارة النادي وقفتهم العظيمة دي متفجر القدرات ينتظرها في عجالة هو كان بث فيه ثقة بقاله فترة وبيقوله أنت أول ما تنتهي إجراءاتك أنا محتاجك جدا وقس على ذلك بقى الجبهة اللي بقى بتتحرك إزاي وإزاي رجح سين الشحات اللي كان في العين مش هقولك بقى أول ما جدنا للأهلي وإزاي يعني شفنا محمد آني يعني في حتة تانية خالص وإزاي كمان الراجل راح منازل كريستو ورح منازل خالد وعمل شغل فني فيه أهم شيء اللي ما كانش حد بيقفها من الراجل بيقول إيه لما قال أنهيت فكرة المسألة الدفاعية بقى عنده منظومة دفاعية زي ما يقوله كده حقت صواريخ أو كذا ليه إجهازا على أي ما يهدد المرمى الأحمر ما تكاسب عديدة بالإضافة للصعود لنهائي كأس مصر أستاذ محمد يعني اللي حصل في المباراة النهاردة هو ده الأهل اللي احنا بننشده الأهل اللي احنا بننتظرينه الأهل اللي احنا بنحب نشوفه أقدم لك أداء راقي أداء ممتع أداء في سيطرة استحواز بفعالية بإيجابية بمتعب كرة القدم على مدار الشوتين يعني بداية المباراة لآخرة أنت قاعد مش ألآن على الأهل يعني كفاءة أنك أنت قاعد بتفرج على الأهل مش ألآن ما عندك شيء مشكلة خالص ومتوقع أن الأهل يجيب جون جاب جون واثنين وثلاثة متوقع أن يجيب كمان واتحت لفرصة أنه كان ممكن يجيب بثلاثة واثنين وثلاثة واربعة كمان لكن الحظ عند اللعيبة النهاردة كل أرض ضرب يعني أكتر من أصفور بحجر واحد النتيجة الكبيرة الأداء المميز الدفع بالصفقات الجديدة شوفنا النهاردة مروان عطية حقيقة لعب له شخصية له أداء مميز يمكن ما حاولش يتفلسف حاول بيلعب الكرة السهلة الكرة الجميلة الكرة الحلوة بتجي له الكرة بيأخذ بمرة اللعب إن شاء الله سيكون ليه دور كبير جدا مع الأهل في المستقبل شوفنا محمد الدو كريست واللعب الشاب الجميل اللي جاي من النجم سحالي 19 سنة يعني صحيح الكرة ما جات لهش كتير مرتين ثلاثة لكن من أول لمساته بين هو لعب عنده سرعات عنده مهارة عنده قرة في التحكم بالكرة حتى هو بيتحرك وبيجري الكرة القريبة منه بيقدر يعمل حاجات كويسة مع الناد الأهلي لما ينسجم أكتر شوفنا خاد عبد الفتاح سيحمى يعني ما ظهرش في شكل كبيل إن نزل في دقائق أخيرة لكن خاد جو إنه هو يلعب مع الناد الأهلي أول مرة فدي مهم جدا إنه بيدي لك السفقات كان الصفقة العظم اللي هي كهرباء زي ما قال أستاذ أصام المفاجأة اللي إحنا وكلنا ما كناش نتوقع أول ما شوفنا كده بوم على طول إن الكهرباء نزل الملعب ما حدش كان توقع ده صحيح ولا حد كان حتى يتخيل إنه هو ضمن القامة يمكننا حاجات الجميلة اللي بيعملها كل رد الوقتي إنه هو ما بيعلنش القيمة ليلة المباراة إنه بيسيب الناس كلها تضرب أخماس في أزداس ومحدش عارف من اللي موجود ومن اللي مش موجود وبيجي وقت المباراة بيختار القيمة بتاعته الأساسيين والاحتاطين كنا متخيلين إنه كان كهرباء بعد ذلك لكن كهرباء كانت المفاجأة الكبيرة جدا وكان عند حسن الظن كان عند حسن ظن مستر كولر ما حدش مستر كولر الحقيقة النهاردة وقدم أداء جميل وأداء مميز الحقيقة مش بس إنه هو بيساهم في جوانده كمان بيجيب جون جميل جدا بتحرك جميل جدا اللي هو جون التالت الاعتراب بتاعت المهاردة الأهلي اشتغل كويس جدا صلاحة إن الشحات اللي بقى لعه مميز جدا واستعادل كثير من المستوى أو أحمد عبدالقادر اللي بقى يعني مرعب لأي فريق بيواجه الناد الأهلي بسبب قدراته ومهاراته وقدراته على المرور من أي حد والتحرك بشكل جيد جدا ما زال أليو ديانج هو أيكونة الوسط في الناد الأهلي الحقيقة لعب بيمتعك كل مباراة لاحب ومستوى ثابت لا يتغير ولا يتبدأ لا بينزل عنه ولا بلعكت بيزيد وعنده جراء وعنده قدرة وعنده شخصية كبيرة جدا وعنده ثابت في المستوى على مدار عدد كبير جدا من المباراة فالأهلي النهاردة حقا مكاسب جمع مكاسب كبيرة جدا على الأقلقات هيبنى عليها خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير وراجل نفسه بدأ يحصد الميتاج تعبو المستر كولر والجهاز طبعا دوري بدون منشطات ده العنوان الأبرز لاقتراح يعني قدمته في الانترو ان احنا نبدأ من يوم السبت القادم ومش هنلاقي مباراة الأهلي أفضل من مباراة الأهلي والزمالك ان احنا نبدأ بكشف المنشطات على كل اللاعبين لو عايزين أجهزة فرنية وإدارية ما فيش مشكلة كمان فإيه رأيك في هذا الأمر الحقيقة ده إبراء الواجه الكرة المصرية عشان حتى لو هناك مخطئين نعرفهم ونخلص وما أجمل وما أقوى انه يكون خلال لقاء الكبيرين الكلاسكو الدربي العربي المصري الأفريقي ومن ثم اعتقد انه ده يعني كان لابد ان يكون نداء بالأحمر والبيض طبعا جميل لان حضراتك كإعلامي طرحته من خلال قناة النادي الأهلي لكن ده انا بعتبره إبراء غير عادي تستحقق الكرة المصرية من الاخوة اللي بيدروها في خمسة شارع الجبلية سوز محمد بوسا كابتل الإسلام لا يوجد دور في العالم مفوش اختبار مناشطات في كل مبارياته دي لازم تبقى قاعدة أساسية موجودة في الدورة المصري كأساسي عشان يبقى عندنا دور نظيف وبقى فيه يعني فيه تكافأ فرص يعني النادي الأهلي بيرحب أول حاجة بيقولك رحبا عايز تحليل المشاكل لكل اللعبة العالم يعني طبعا ما عنديش أي مشكلة خالص لأن أنا ما بخدش مناشطات وبالعب في دوريات عالمية وبالعب في دوريات قاركس عالم وبالعب في دورة الأبطال الأندية كل سنة موجود بوصل فينا فالأهلي ما عنديش مشكلة خالص فيش لعب في الأهل اللي يقدر يعمل كده يعني وطبعا أكيد فيه أندية كترة جدة وفيه لعبة كترة جدة ما بتعملش كده لكن فيه ناس بتعمل كده وده بيصنع فوارق في الملعب غير طبيعية يعني فيه ناس باللقاء اللي قطم بدانية غير عادية وغير طبعية في مباريات خصوصا مباريات كبيرة زي مباريات الأهلية لذلك أحنا بندعم هذه المبادرة اللي بتقدمها وبنطالب أن تكون مباراة الأهل وزيك هي تدشين لعملية اختبارات المنشطات لكل لعب الكرة المصرية أتمنى أن ده يحدث لأن ده هيقدم لها الكرة القادة النظيفة وهيظهر لنا الوجه الحقيقي للكرة المصرية وهيخلي اللعيبة اللي المستوى اللي بتظهر به في الدورة فيه لعبة تقف الدورة مميزة تروح مع المنتخب ما بتاخدش منشطات فيظهر مستوها متداني بالزبط لذلك المنشطات ده هيخلي كل واحد يظهر بصورة الطبيعية وهيخلي كل فري يظهر في حجم الطبيعية نتمنى أن هذه المبادرة تلقى يعني استجابة وأنا شايف أن ده اتحاد الكرة هو اللي يتبنى هذا ويتمسك بهذا وهذا والرابطة هي من تتبنى هذا وتسعى إليه عشان يكون دوري خالص من المنشطات ويكون دوري فيه تكافى فرص بين كل الفرق وأعتقد أنت لو خدت مبلغ مبلغ قليل يعني ألفات الجنيهات يعني مبلغ بسيط معرفش كام لكن لو خدته أعتقد أن ده قد يكون نواة جديدة للاختبار نفسه لأنه معرفش ثمن الاختبار بيبقى بكام أي ثمن بيقوله 3.5 لسبعة لكن هو 3.5 لسبعة 3 جنيه أي ثمن هو بخس جنب سمعة الكرة المصرية اللي دلوقتي قريا ودوليا وأنا بقول لحضرتك أما وأي فريق منتخبات أندية هتروح حتى هتلاقي العين عليها هتلاقينا مرسودين بشكل لا تقبلوا أبدا للكرة المصرية مش هيبقى الاختبار اللي قال السيد أوسي علي اللي هو الاختبار المعتاد على أي فرق متنفسة يعني لا هتلاقي الناس بتقولك ورونا دول خلي بالكم الدول ليه المشهد اللي أنت عايز تود الكرة المصرية لي بعض المخطئين وما لو أسيد بتحصل في أحسن العائلات الكروية في العالم فعليهم أنهم يتبنوا ده بجرأة وبشجاعة من خمس شريك جبلية والسادة في الرابطة الحية تمام بجانب ده كابتن الإسلام الشفافية في التعاون مع هذا الملف لأن ممكن تتعاون مع هذا الملف بدون شفافية يعني نخرج منه يعني نبهد عنه أي تدخلات يبقى فيه شفافية كبيرة جدا شفافية لقم واحد في أخذ العينات من اللعيبة وأن تنسب للعيبة بشكل حقيقي لا دي أعتقد أنه مفهاش كبيرة أنا بأكد عنها كبيرة الحاجة التانية شفافية في إعلان النتائج أن من يوزبت عنه يعلن وبالأسماء والناس كلها تعرف ده المهم وده بيحدث في كل العالم لأن المفروض العينات بتطلع من هنا وبتروح للمنظمات العالمية فلازم يكون دوري يعني حسن السمعة ولا يتسايع السمعة وده أيضا نداء آخر للدكتور حازم خميس رئيس الهيئة القومية للمنشطات يعني أتمنى أن يكون له دور في هذا الأمر هو صعب الدور الأساسي لا لا هو مش صعب الدور الأساسي أعتقد أن الاتعاد المصري والربطة لا بتكلفة عالمية لازم يخطبه منه مش هتلعبه من جرمانيجي صح يا أستاذ طب ده لازم يحصل من النهاردة من بكرة بقى عشان يلحق مباراة آية وزمالك المنظمة المصرية اللي مكافحة المنشطات من حقها التبتيش على أي رياضة مطر أي حد بيمرس رياضة رسمية في مطر لا يحتاج إذن من اتحاد الكرة لكن على اتحاد الكرة أن يسعى لهذا وعلى الربط أن تسعى لهذا وتطالب بهذا يعني لا يعني إحنا مثلا ليه أنا بقول نبدأ بمباراة الآية وزمالك لأن المباراة الأكبر والمباراة الأهم والأكثر شعبية وكذا 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 وبنهاية ففي الآخر هتلاقي رد الفعل ابتدى يروح للناس كلها ربط الساعات الوحيدة المعزول فيها اللاعبين عن فكرة مراقبة المنشطات هي ساعات خمسة أو ست بعد منتصف الليل للخمسة صباحا على أن يكون مكانهم معلوم يعني مش أنا ما يعرفش أنت فين أنا عارف أنت فين من 12 بالليل لخمسة الصبح ده الوقت الذي لن أدهمك وما بيحراجوش أما يقوله أدهم فهاش حاجة يعني عادي جدا لما فهاش حاجة لأن عندك ممنوعات يا أخي وبالتالي عايز الممنوعات يا سيدي تسيب الحقل ده كل واحد بقى يتصرف في شخصه لكن لا يفسد سلعة عظيمة لا يفسد منتج هو صناعة أمن قومي وصناعة بهجة ويحمل اسم دول كبرى مصر منها الحقيقة إذن قبل بس مقفل هذا الأمر أنا كل يوم على رأي الأستاذ محمد والأستاذ عصام يوميا من النهاردة هنبتدي نحنا أو ابتدينا بالفعل أن نحنا نتكلم في هذه المبادرة نحنا تبدأ من يوم السبت نشوف يوم السبت إيه اللي حيحصل مش هنلاقي أفضل من كده أهلي وزمالك وأنا بقوله نبدأ بالعبة الأهلي الأول ونبدأ بالجهاز الفني للأهلي الأول ونبدأ بالجهاز الإداري للنادي الأهلي الأول أنا مش هنلاعب يا كبت معلش كله يعني اللي عايز كله ماشي مش مشكلة يعني أنا قصدي أن أنا أقول إيه نادي الأهلي فاتح ذراعه لهذا الأمر أعتقد يعني أنا طبعا أنا مش مسؤول لكن أنا بتكلم أن يجب أن يكون هناك آآآ الناس تعرف إيه اللي بيحصل زي ما حادي بتقول ومن يريد أن نظيفة فاتح فاتح بأبوابه لأنه في الآخر المنتج ده بيتأثر جدا وبعدين المشكلة أنه بقى فيه اعترافات يا جماعة غير اعترافات يعني رئيس نادي فيها اعترافات تاني اللي نجوم عن الشيء اللي بتحط تحت كميده أعتقد آآ الحاجة فيما يخص هذا الأمر وعارف أنه لعيبة وبيمرروا البعض وبعض المدربين عارفين أنا شخصيا نعيبنا ما كانش فيه كلام ده خط أنا شخصيا كتير جدا يا كابتن وفيه كتير جدا في الدورة الممتاز طبعا في دين مدارات فنية جدا في الدورة الممتاز أنا معدرش أقول أسماء يعني علشان ما ملكش الدليل لكن نعرف معلومات إن فيه مدربين بيدوا لعبات من منشطات في مباريات وده في مغزف عدد كبير جدا من مباريات لا ده موجود أنا معدرش أقول ما عنديش فكرة لا موجودة كبت فلما هيتعامل التحليل دي كله هيلزم الحذر وكله هيخاف لأن في حياة انت هتوقف لعيبة سنين طويلة وحيأسر على نتائج فكله هيلتزم وينضبط مرة أخرى نداء لدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من فضل حضرتك يا فندم لو ليك دور في هذا الأمر من فضلك حاول أن يكون لك دور كبير خلال الفترة القادمة وزي ما قلت نبدأ بمباراة الآله وإزا ما لك مش هنلاقي مناسبة أفضل من كده في هذا الأمر على الجانب الآخر عايزة أخذ حضراتكم لموضوع آخر وهو هل كولر مستباح في الأستوديوهات التحليلية في التلفزيونات هل يتم التعامل معاه بنفس الكيفية اللي بيتعامل بها البعض مع مدربين يجانب آخرين لا الإجابة نعم مستباح بس مستباح لأن النادي الأهلي ما هواش فاضي بقى يشوف مين قال إيه يعني بقى الطبيخ بايت يعني إنما أنت أعمل تقول لقد فعلها لقد لم يفعلها فازة 3-0 ولكن فازة 2-1 بينما يعني فيه يعني طب قلولنا بس الجمل المفيدة يعني قلولنا إيه بالزبط من قبل المباراة بيتم التشكيك فيه من أنتوا مسكين على الراجل قلولنا إيه القيمة المضافة اللي بتقولوها لا أعتقد أنه ممكن يتعاملوا مع بعض الأجانب مشانون كل الأجانب الآخرين كيفما يتعاملوا مع كولر يبدو أن داخل فيها حسابات من ناحية ومن ناحية تانية برضو فكرة المشاهدة وأنت تحدث عن أي شيء عن نادي الأهلي أنت تجلب المشاهدة عشان كده وما حدش يزعل بعض البرامج بنطالب الأهلوية يا سيدي ما ترحلوش بصراحة شديدة يعكف عنه هو مستفيد بوجودك ولايك وشيره ودعوة للغير والكلام ده لا يا عم لا ما تزودوش ومش أول كلمة حلوة تروح حضنه وبايسه لا الحكاية بصها كابتن هتفضل كده بصراحة شديدة طالما الأهل يعمل والآخرين عايزين يخلوا العمل ربع يوم هيفضل الأهلي المنافسة القائمة زي ما قلنا وأكده الكابتن خطيب يا أخي اشتغل عشان تنفسني مش عشان تؤقني لكن أنت مش هتقدر تشتغل لأن كل قد عنده ميت حاجة بيعملها إن هذه الأهلي بيشتغلوا في المنتج بتاعهم بس فعشان كده طول الوقت لازم تسخف كل ما يفعلوه الفوز معناها شراء مش عارف إيه يا أخي في نفس الوقت الكاف والفيفا واللجنة الدولية أنا مش بتكلم عن المصري كل دول مع الأهلي تخيل على مدار سبعين تمانين سنة مش هقولك عمره كل كل دول مع الأهلي ولا مرة حد زبط حاجة يعني منه وإيه اللي مسكتهم مع الأهلي كل ده تخيل بتوصل لإيه مع ذكر اسم النادي الأهلي هو ما يقدمه من عمل مؤسسي صعب طبع بس لكن أنا معه أنه النادي الأهلي لا يؤير ده اهتمام النادي الأهلي الرسم كمسؤولين لا يؤير ده اهتمام ولا يسأل ولا شمعنا ولا أي حاجة لكن في حالة من الزعل من الجمهور اللي هيقولك يعني يشمعنا كله هو المشكلة يا كابتن أن الكثير من الأستاذ التحليلية بتتعامل بس أنا آسف جدا من حالك أن أنت تنتقد أداء المدرب كل واحد من حالك أنا أنت تكلف هذا الأمر لكن أن الكثير من الأستاذ التحليلية بتتعامل بالقطع بل الكثير منها تتعامل تبقى للنتيجة بغض النظر عن الأداء وبغض النظر عن اللي بيتنفذ على مداره وعلى مستوى مباراة كتيرة جدا أو العدد كبير جدا من الأسابية ما ينفعش أن أنا كل مباراة أقيم المدرب المدرب النهاردة لا ده وحش جدا المدرب النهاردة لا حلو جدا فده مش أسلوب تقييم ولا أسلوب تحليل فأنت بتعامل بالقطع لكن أنت بشكل عام بص على المدرب بشكل عام بص عليه مثلا في الـ 14-15 مباراة اللي عمل فيهم شكل إيه أدى فيهم إيه هل بصمة هل مالوش بصمة وتقدر تقيم بناء على ده لكن ما تتدريش حكم على كل مباراة أشوف على مدرب وده ينطبق على عدد كبير جدا من مدربين يا كابتن في الدور يعني فيه ناسا ما بيكساموا مباراة بيطلعوا على المدرب في السامة لما بيختار أو يتعادل بيتم التعطاق فيه وأنه مدرب فاشل وما عارفش وأن اللي حصل ده بالصدفة فأتمنى أننا نكون عندنا رؤية طويلة الآجل أو طويلة المدى في التعامل مع المدربين بقيمه بشكل عام على عدد كبير جدا من مباريات وليست على مباراة واحدة ممكن فيه مباراة ما كنت موفق فيها يعني أداء الأهلي قدام سموحها النهاردة وأداءه يوم 25 ديسمبر في الدور هل الأهلي تغير في الأداء؟ الأهلي أدى نفس الأداء لكن الحظ ما ساعدهش أنه هو يسجل الأهداء في المباراة السابق الفريق أدى بشكل كويس جدا ووصل لجوم بشكل كبير جدا ولم يكن موفقا النهاردة برضو أدى بشكل قوي وعمل أداء قوي ووفق في إحراج ثلاث أداء فكما ممكن يجيب أكتر فمحدش يجيب بعد كل مباراة يقيم بحسب النتيجة أو حسب بتاع فأتمنى أن ده يكون فيه أساسيات للتحليل لا يكون فيه رؤية للتحليل مش كل واحد بحلل حسب مزاجه وحسب انتماءه وحسب هواته مش هيحصل لأنه في الآخر أنت الأكثر قدرة على جذب المشاهدة وعلى جذب دي شقولتنا وانت راجل صناية على جذب المشاهدة الحل الوحيد أن الجمهور الأهلاوي يعرف أن الإعلان هو عصب الإعلام وأنه عدم وجود مشاهدة الإعلام بالنون هو عصب الإعلام بالمين أنا يا راجل حط وراء مشروب عربية فسبة أي عاجة أنا أقول للمعلن ده أنا أهمي طول ما أنت بتجيب الناس زي اللي بتسفى أحلامنا احنا بس مش فيه زي ما الكابتن إسلام قال وحضرتك أكد أنا مش هتعامل معاك تخيل بقى توصل ليه مش أنت كل شوية تخش عشان تتغاز طب هو إيه يعني ما أقول أمريكان عملنا من زمان تبقى فكرة الانتشار حتى لو مش تيما يانتشار بالنسبة اللي عايز يكسب يعني انتشار وبالتالي لا الجمهور على إنه هو يكون إيجابي قل للمعلم أنا مش هتعامل مع منتجاتك شكرا يا إما أقالي عدالة أنا مش بقى أقولك أنا أجاية عشان أبيئك لازم أفكار جديدة جماهيرية جماعة الجمهور هو أصلاً اللي يقدر ويبقى عنده القدرة على الحماية وخاصة ما يبقى جمهور النادي الأهلي اللي عنده سلوجن إنه بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهوره ده حماية صحية الحكاية صحية عموماً يعني برضو دي تلات أربع حاجات كده حبيت إن أنا أتكلم فيها مع حضراتكم ده كلامه يا عكس الإسلام إنه بجانب الاستوديوات التحليلية اللي هم كل التقدير والاحترام أنا بجانب استوديوات التحليلية يعني فيه ممكن تلفزيون ممكن برامج بالليل ممكن راديو ممكن كل حاجة فيه بقى الحاجة تانية اللي ده ومن اللعبين والتقليل من قدرهم والإنقاس من قدرهم علشان يعمل الترند ويعمل سوشيال ميديا أعتقد أنتوا تفهمون ما أقصد بهذا إنه ناس بانت كل وجودها في الفضائيات على إنها بتسخر من هذا المدرب وتسخر من هذا اللعب بغض النظر عن أي حاجة ويطلعوا بجمل غريبة جداً ما أنزر الله بها من سلطان لمجرد إنهم يلفتوا بها النظر وبقى دي مهنة بتأكل عيش إنه أي حد عايز يتسمع ويتشاف أو عاوز يوصل للناس أو الناس تتكلم عليه وتشار عليه إنه يخش في الاتجاه المعاكس اتجاه المعاكس خالص بجمل وكلمات وألفاظ ما أنزر الله بها من سلطان تحت مرأة ومسمع الجهات الرقبية والمجلس العالي للإعلام أتمنى أن يتم تنظيف الإعلام المصري من هذه النوعيات تكون في إعلام محترم إعلام قيم إعلام يكون فيه أساسيات للنقب دون تجريح دون أهانات ما يكونش الأمر متروب كده أو هنا أي حد يتكلم يوصل للتقليل من الشخصية والتقليل من قدرها والكلام كلمات طبعا فيه كلمات غريبة جدا يعني الواحد بيتدقي وبيسمعها حتى التسميات وتلاقيهم بقى وتحت الاستضافة أوسي يعني اتلاقي برامج يفترض أنها في محطات سواء تيفي أو راديو كبيرة تستضيفهم لمجرد الأسماء اللي أنت قلتها والتخريب ده أنا بسميه تخريب بصراح تخريب لا يليق لا يليق بإعلام مصر طيب برضو خلينا ننتقل إلى الصفقات الشتوية أستاذ عصام وخريطة النادي الألي في الصفقات الشتوية حتى الآن كيف أتراه والله يشوف لازالت صفقة السفاح الأجنبي لاتيني كان أم أفريقي تسيطر على الأزهان النادي ولكن رجل اتكلم وأنا رجل صريحة هو بقول له حضرتك أنا مع الناس ليه كلنا مع الناس لا يا كبت أنا مش قصدي أنه غني مش مع الناس الناس حسن أنه النادي الألي الإدارة وكمان ليهم حق لأنه النادي الألي برضو مش مطلوب منه كإدارة محترفة أنه كل يوم يصرح تصريحات في سكة الشغل اللي بيشتغل فمعليش برضو أرضي لك كباتن يا جمهور لكن ليكو حق لأن أنت عارف أنه مع مطلع يناير لازم أتجيب إنسان جديد اللي هو المهاجم السفاح ده ومعه ربما جناح يعني وبالتالي الناس تصورت وهذا حقاه أن يوم 25-26 ديسمبر هيكون في حد بركب التهارة وجه لما جي عقوبه وحصل أن الألي حرص على مستقبل أقوى لأنه قال أنه قد قد تؤثر العمليتين علشان برضو الألي ما بقاش بقول أن الراجل يعني ضايع لكن قد تؤثر في المستقبل خاصة أنه صغير يعني ما هواش في نهاية أكر ثلاث سنين رجع الألي في الصفقة انتظر الناس بلنبي أن يأتي فورا إيه بقى الجزء الفني الألي ما بيقولوش معلش يا سيد عصام بعد إذنك وبرضو أتمنى أن حالك تشاركنا يا سيد محمد في هذا الأمر وفي حاجة يسمى أننا تفاوض مع لاعب أجنبي أنا بقى أقول لحضرتك بيفكروا في إيه أيوة لا أنا بأتكلم أنا عايز أفهم أنت عايز تروح للاحتراف بقى والإدارة طبقا الإدارة صح أنا بقولك الجمهور لما بيجي نقول له كده كيفية التفاوض أنا دلاتي لما بيجي تفاوض على لعب هل التفاوض ده بياخد يوم اثنين تلاتة شهر أسبوع اثنين ووجة نظر المواطن أنت قلت له بلان اي وبلان بي عشان كلمك بلغة المواطن حلو جدا بلان اي وبي فهو متصور أنه بلان اي ده أما تعمل ورقته كده اللي بعدها على طول طبعا في ما هو ده لانا عايز بقى وصله ما هو ده أيوة ما احنا بنكتاد في اي بقى فيروح من دينا بالبنياء تسأل الأوزي يقول لك يا عم بقى أنت بتعود تقوله لنا كده وخلاص لا دي هذه الحقيقة بتقول حضرتك دورك ودورنا كلنا نحنا ننقل الحقيقة الحقيقة والله مش باش في وجهة نظر إدارة الحقيقة هي مش وجهة نظر إدارة دلوقتي طلع الإدارة برقص ولكن الحقيقة بتقولي أن أنا عايز أجيب وحتى الرجل قال هذا الكلام دلوقتي يا أستاذ محمد النهاردة في المؤتمر الصحفي قال إيه قال لك إحنا أنا أثق في الإدارة لأن احنا اتفقنا على كل حاجة ويتبقى مراحل التفاوض وهو قال كده قال لك مراحل التفاوض هي مراحل صعبة هو قال قال كلام مهم جدا الحقيقة قال إن التفاوض بمر مراحل كبيرة جدا تفاوض مع اللعب ثم تفاوض مع النادي ثم تشوف قدرتك المالية ثم تشوف ميزانيتك ففيه حاجات كتير جدا ممكن واحدة من دولة لا تتفق مع قدرتك ومع إمكانياتك فيبوص التفاوض فتبدأ تروح مرحلة تانية وتروح للعب تانية وتروح التجاهة تانية لكن أؤكد على إن قبل نهاية الشهر إن شاء الله الأهل يكون عنده اللعب المنشود اللعب اللي هو عايزه المواجن كلنا نعلم إن مسألة التفاوض مسألة شقة يعني الأهل راح ليعقوبوا وجابوا بعد مفاوضات طويلة جدا وصعبة جدا في نهاية حصلت ظروف بوزت كل ده فالطريقة تبدأ نقطة من أول السطر فيعني كل فترة إن احنا بنوصل لمرحلة خلاص نحن قبقى وصينا وقادنا من هناك الصفقة لكن ممكن الأمور ما تتمش عشان كنا نعلم ماشي عايز يعلن وزي ما بنقول ولن يتم الإعلان إلا إذا انتهت إذا انتهت كل حاجة لما تشوفوا هنا في قائرة حتى لو شفتوا هنا في قائرة مش هي تبقى تتمت برض لغاية ما ييجي ويعمل الكشف الطبي ويتم الإعلان رسمية من خلال قناة النبي أو الموقع ده سياسة اللي شغال بها نادل أهلي فعلنا أن نتحلها بالصبر انتظارا للصفقة المقبلة لكن المؤكد تبقى لتأكدات الإدارة ولمعلوماتنا ولمقاله ميستر كولر في المؤتمر الصحف النهاردة أن هناك لعبا أجنبيا مهاجما سيكون على قدر نادل أهلي والأهم من كل ده أنه أفضل من كل اللعيب اللي موجودة عنده قال إنه مش يجيب لعب على أقل مثلا لا أقل ولا يتساهم على العيب لو ما جبتش لعب قدراته تفوق اللعب اللي عندي وده المهم في أنك تجيب لعب أجنبي إن اللعب الأجنبي اللي يجي بقى إضافة كبيرة جدا لك في الفريق ولكن ده إمتى حيتم عندما يتم الإعلان يعني مثلا لو الناس قالت في كل حتة إن النادي الآلي جاب أعصام شالتوت ومحمد القوسي طلعوا محمد القوسي وأعصام شالتوت لم يتم الإعلان من خلال قناة النادي أو الصفحة الرسمية للنادي اللي هو بيرسلها المجلس الله ننور عليك إذن يعقوب أعرفنا من الإعلام اللي برة وكان هنا وسألناك قلت أنا ولا أعرف أي حاجة ولا أعرف حاجة دي حقيقة لا يعني أعرف لكن لا أتكلرت كسيغة رسمية لازم يبعتولنا خلص الكلام الله ينور عليك أول ما يبقى خلص خلص ده معناها إيه أنه أن تم الاتفاق على كل الأمور المادية سواء للنادي أو لللاعب أو وكيل اللاعب أيضا يكون تم الاتفاق على أو تم نجاح الكشف الطبي لللاعب وبالتالي ساعتها فقط ساعتها فقط بيتم الإعلان عن اللاعب هو أواني الإعلان خلاص أواني الإعلان من الممكن جدا أن يؤخر النادي الأهل الإعلان لسبب بسبب مباراة عنده مباراة موارد جدا لكن خلينا ننتظر إذا كان ده سيحدث خلال الفترة القادمة فسيكون عن طريق الإعلان رسميا عن الصفحات أي الناس بدأت تشعر بالطمأنينة لأنها رجعت تاني لي يعني زكاءها الأهلاوي ألا وهو أنه مش هينفع يبقى كل اللي عندك طالع يوم بيوم وانت عارف كويس قوي أن المنافسين ما بقوش في الملعب بس أن المنافسين بيقطع عليك خطوط ممكن حد يروح يتكلم على أسلام الشاطر بجنيه واحد تاني يروح يقول بعاشر تلاف جنيه زي الأفلام الكوميدي بتاع المزادات ويخرج ويخرج من المزاد ويخرج من المزاد في الأخ صحيح أعتقد ناس بدأت تهدى الناس بسدها مجلس الإدارة وكبرت خطيم كمان كولر قال أنه ده طلبي والإدارة دايما في النادي الأهلي ما توفي الرجل حقه اللي هو المدير الفني دي صبغة محترفة جدا لا تجدها في مصر إلا في النادي الأهلي أنا أحب أقول حاجة على مستر كورر الحقيقي النهاردة يمكن أداءه في المؤتمر الصحفي تشعر أن مستر كورر بدأ يرتدي جلباب الأهلي في طريقة الكلام أنه بيمس نادي الأهلي فطريقته في الكلام ورده على الأسئلة فيه هدوء وفيه ثقة وأشياء تنطبق عليها قيم مبادئ النادي الأهلي تتتصق مع المنهج والسياسة اللي باشي عليها النادي الأهلي بيتكلم عن فرقته بالشياكة وباحترام بيتكلم عن لعبته بإيجابية بيتكلم على أنه ما فيش حد حاجز ما كان في النادي الأهلي عجبنا أولا بيتكلم عن علي معلول وقيمة علي معلول موجودة في الفريق فيقول لك ده ترس يتحط عليه كمية من الزيت على طول بيتحرك وينتج لك كل المنتج اللي أنت عايزه الحقيقة يعني حتى مستر كورر بدأ يستوعب الفكر الأهلاوي نفسه وطريقة الحديث عن لعبة الأهلي وعن قيمة الأهلي وعن أهداف النادي الأهلي فكانت حاجة مميزة جدا حقيقة منه النهاردة في المؤتمر الصحفي أخيرا قبل بس ما أنهي هذه الحلقة كابتن فاتحي نصير قال لي كلمة حلوة جدا قال لي إن الحكام يحتاجوا لتطوير بقيمة الصرف على الدوري المصري لكل الفرق دي كلمة حلوة جدا يعني الأهلي بيشوف بيصرف الدقيعة علشان ياخد دوري ويلعف في أفريقيا ويلعف في كاس العالم ويمثل مصر وكذا وكذا الزمالك نفس الكلام الإسماعيلي المصري كل الفرق بتصرف ولكن كيف يمكن تطوير التحكيم يا أستاذ عصام علشان يصل إن إحنا ما نبقاش قاعدين كل يوم بنتكلم عن التحكيم فقط كابتن فاتح قال لك السيغة العالمية اللي هو عايشها بقاله 30 سنة على الأقل مع الكاف تحديدا يعني غير بقية شغله في مصر يعني وأنا شفت ده بعناي وهذا التقدير للمصرين سواء هو سواء رئيس مصطفى مراد فامي الرجل اللي موجود في مصر ما بيسألهش يا جماعة مستحيل يعني المهم إنه ده القيمة التي تحدد حجم دوريك ونجوميته وأسعاره ليه لأنه في الآخر دون تحكيم رائع هتخسر في الملاعب وانت تلعب في الخارج أو تتراقى لأن انت عندك بيصرفو لك حاجة غير اللي بيصرفها المنظومة القرية أو الدولية صحيح عشان كده لا تطوير للقرى ولا مكانة للقرى بدون تحكيم رائع عايز تعدله لابد من خبير أجنبي وأن نعترف أن الحالة المصرية في حاجة لعلاج بكون سلاط في أجنبي وفي مصرين يتولوا بعده يتولوا بعده وهذا ليس عيبا كل العالم بيعمل كده كل العالم بيعمل كده مش إحنا بس والعالم في مستويات حتى الخمس دوريات الكبرى يعني اتلاقي مثلا كلنا لكن ما تلاقيش في إنجلترا ناس كتير بيروحوا يطوروا فبلاد مشهورة بدأ وأخرى لا وبالتالي أنت لازم تتبع المنظومة دي علشان تكون لك حصة في كرة قدم تستحقها المحروسة العظيمة دي موضوع سهل يعني طيب حاجةك بتقول عايزين حاكم على مستوى الصرف اللي بيحصل في الدور يعني احنا بنصرف ملايين لا أنا عايز تطوير حاكم تطوير التحكيم أنا نفسي يا سيد محمد إن احنا كأهلوية وزملكوية وفرق أخرى لما نيجي تفرق عن مبارد أهلي وزملك خلاص ما نعودش بواسط الحاكم عمل لأنه حقيقة بالمناسبة الحكام بيكون لها أخطاء مؤثرة وكبيرة جدا فقط 17 نقطة الموسم اللي فات أو اللي قابله بسبب التحكيم لا أنا بقولش على دول الأخطاء اللي بتحصل في كل العالم اللي هي المنطقية حتى لو أفقدتك بطولة ماشي عام تمام فأنا عايز أن أعمل ده كابتن الإسلام لابد أن أصرف على الحكام بالقدر اللي أنا بصرف عليه على الدوري مش معقول لها حكام بملايين بملايين بيحكموا دوريات بملايين أنا كنادي هعمل إيه؟ أنا أتكلم على المنظومة أنا أتكلم على المنظومة اللي هي المسؤولة للحكام اللي هو التحاد الكرة والربطة أنا عايز الحكم يتصرف عليه يتم تجهيزه بدنيا بشكل مميز جدا ودي محتاجة مصاريف ونفقات أدوات فنية أدويات وأخصائيين كل حاجات دي تيم تجهز الحكم يكون عندي حكم ياخد بدل من التحكيم يكفيه نوعيش حياة كريمة ما يطررش أن يشتغل شغلنا تانية يكون عندي الحكم المحترف المميز اللي متفرغ طول الوقت اللي بيتدرب كل يوم مش حكم بيتدرب ليلة المباراة أو يوم المباراة وقبل وراءة وقت قليل جدا يكون مطلع على أحدث الأسليب التحكمية والقوانين والحاجات ويطلع برا ويتمرن وييجي ده كله عشان تعمل تربطه وتتمره أن الماتشات مش عالكيف مش بعد ما يعمل كل ده إسلام هو اللي ياخد الماتر لازم معايير سبتة فأنا وبربي حكم يعني بيطبق عدالة مع صوبة العينين عدالة لا تعرف أبيض والأحمر والأزرق والأصفر أنا عايز عدالة بس موجودة في أرض الملعب زي في الدوريات الكبرى الدورات الخامسة الكبرى اللي عابد تزل الملعب الحكم مش في دماغها مستحيل يكون الحكم في دماغها أو إحنا قعدين نتفرج الحكم مش في دماغنا يعني إحنا كل يوم محمد إحنا كم مرة قعدنا وقلنا مثلا الحكم عسام شلتوت حكم بكرة خلاص حيحكم الأهلي وأي فرقة أخرى ارتاحنا لأ قلنا السيناريو حيبقى مش إزاي كم مرة ومشي كم مرة قلناها كتير جدا كتير جدا إحنا حافظين إذا حلنا كل مشاكل التحكيم دي وقانهنا كل المشاكل دي وجهزنا الحكم وحصل على مقابل مد مميز واخترنا نوعيات من التحكيم لها شخصية مميزة جدا وتختار بعناية لأن ده مهم جدا الماظر زي الطالب لدخل كلية الشرط يبقى فيه لجنة تختار الحكم وعنده هيئة وعنده قناعة وعنده قدرات وعنده مستوى بدني يا كابت أن أنا بشوف حكام بتحكم في الدولة الممتاز يعني في جسمنا كده يعني مش معقولة يا جماعة يعني يعني مفروض الحكم ده يبقى زيه زي اللعب زي اللعب ويتوزنوا بتاع ماينفعش إن أنا شوف حكم يعني أنا آسف جدا حكم ليه كرس لا وكانوا يطلقوا يقول لك معلاش السؤال فترة دي زيت شوية نعم طب ايه ده كلام ده كابتين انت بتقول لي ايه الحاجات دي ماينفعش الماظر دي بقى في الدور الممتاز على الإطلاق يعني سيح فكل حاجات دي تنزبط ماينفعش النهاردة زي الماتش بتاع النهاردة ماتش الأهلي واسموحها في بداية المباراة بعد دقيقتين من المباراة المباراة تتوقف عشان الحاكم اللي السماع بالطريقة بايزة يعني هل ده ينفع ده ماينفعش هدك موجود قبل الماتش بساعتين ولا بساعة ونص وبتجرب وشوفت وجربت وعملت تست على كل الأدوات بتاعتك والناس الملعب جاهز مش اخلع سماع وحط سماع فالكلام ده يعني تجيب له أعلى سماعات في العالم أصلح الوار ده وأطور اللي موجود فيه ودرب الناس بشكل قوي جدا عليهم ميت كلاتن برجي قال لك أنا عايزة أقلل الوقت في الانتصال بين الحاكم الساحة وبين فار كل الحاجة دي إذا نردحت في إصلاحها أعتقد أنك ممكن تشوف حاكم تقعد قدام تلفزيون كده وانت مرتاح البال ومش عايز تعرف اسم ايه مش عايز تعرف اسم ايه أنا ميهمنيش اتمن الحاكم ايه طب وإحنا بنوان نتفرج على الدولة الإنجليز وإحنا عارفين الحاكم من وقوانين عظيمة تطبق على الكبير قبل الصغير اللعب اللي يعني من كده للحاكم لا لا سيبك من كده كمان رئيس الاتحاد الفرنسي بعد ما تمت إقالته في الزارف أربع تيام أو طلب من مكتبه التنفيذي هو اللي شاله ايوه خلاص تشال الراجل فاربع تيام بعد تجاوزه في حق الأسطورة زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية فرنسا كلها قامت لغاية لما وزيرة الرياضة قالت له ان انت ما ينفعش لا نقبلك من بابية قال له هزي هو فرنسا على زين الدين زيدان وهو طلع في يعني علشان يقول تصريحاتك أنا اتحبقها قالوله ولاوي يا حبيبي شكرا النهاردة النهاردة بيتم فتح ملف واخر تحرش جنسي لهذا الرجل صدر أهلا ده بالمناسبة يعني وإحنا بنتكلم ده حاجة كده ده يعني اللي هو ايه مش انت بقى طب تعال بس مش عشان عقوبة هو المجتمع الفرنسي والأجهزة بدوا يعرفوا ان الذي يعتدي على أسطورة أكيد عنده بلاوة أخرى بالزبط ده سهل سهلا الأجهزة تحركت أنا نعصد أقول لحضرتك انه في الآخر مثل هذه الأمور يجب ان يتم حلها لانه الرياضة تعني الأخلاق الرياضة تعني دوري بدون منشطات وجهة نظري الرياضة تعني كل حاجة حلوة مش تعني ان احنا نقعد نشتم في بعض تعني ان انا لما اجأتكلم على لم يعقل لم يعقل مش هتكلم على كابتن محمود الخطيب مش هقول كابتن محمود الخطيب عشاننا في قناة الأهلي ولكن هتكلم عن وحد نجم كبير زي كابتن حسن شحات لما أجأتكلم على كابتن حسن شحات لازم أقول ان ده أسطورة من أسط通 تكلم متواقف أنا أسطل كلينك أهواية أسطورة بقول لحضرتك خليني يقول لحضرتك حاجة مهمة جدا أخيراً بس قبل مقفل هو معلش يعني محترامي هل حد من جمهور الأهلي ما بيحبش محمد عبد الشافي مستحيل طبعاً في نجم نادي الزمالك مش بهذر والله محمد عبد الشافي ده إنسان محترم شخصية محترم على الرغم من أنه هو أكتر واحد منافس وبيعمل أفرات عشرة عشرة وبيخش دخل فيك جوان وكذا وكذا ولكن جمهور النادي الأهلي بيحترمه لأنه لم يكن أبداً أبداً إلا منافس شريف أدى باحترام أخلاق عمرك ما تسمع عنه كلمة عمرك ما تسمع أنه بيقول على أي أمور ولا منه ولا عنه صحيح وبالتالي مثل هذه الناس هي دي اللي عايزين ناخدها قدوة لنا للشباب اللي طالع نحن نخلي الحياة ما بين الأندية كلها حياة محترمة وتليق باسم الناديين الكبار المناخشة اللطيفة دي بتحصل على طول لكن في النهاية نحن نشوف الرجل تجاوز الكلمتين كده عندما تهدم الأسطيع والقدوات عايز تدمر مجتمع اهدم القدوة اللي فيه ما تخليش خدوة شوه القدوة شوه الأسطورة شوه الرمز اللي موجود فيه فبالتالي مش هيب عندك حد أنت تعمله نموجك كده مثل في حياتك فأنت محمدش الأسطورة ففرنسا مش بتدافع عن زين الدين زيدان فرنسا بتدافع عن نفسها عن قيامها عن أخلاقاتها عن الحاجات اللي هي بتؤمن بيها صحيح الرموز دي ما حدش يطلق دي أهرامات ده برج إيفل ما حدش يقرب عنده صحيح المفروض يبع عندنا كده لأن ده دي لغة مسؤولين كراتم بيرجي في الاجتماع مع الاتحاد والربطة الرجل قال اللي أنا معرفش أنا أعد مع الربطة لي واللي عايز يقول لي يقول لي لكن في الآخر لما هوجب من الربط قال لهم أنا اتفاقي مع الناس دي والناس دي عارفة أن أنا بروح ليونان أنا لا أتحرك إلا قانونا ومن ثم التطور التحكيم اللي بتسأليني عنه ده مالوش ده أنا بسافر ولا لا ليه دعا بأدوات تفتكرتين أنت لابد من أحتس نسخة فار لابد من مؤدين زماء القوزي للتحكيم وأطباء وا 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 هيتوافر ده وأنا هاخد كلام السيد جمال علام أنه طالما هيبقى فيه صنبورت في السكة دي أنا همواصف كاد إنه هو ياخد بعض ويمشي بالمناسبة بس مش هيمشي ساكت الرجل ده على فكرة وده اللي خلى الناس تقول له على الراحة والساعة سنطبق معك لأنه كان واضح من الأول عندي شغل هنا وهنا وهنا عايزين تنجحوا عايز واحد اتنين ثلاثة حتى لو مش معلن هيجي وقت وهيحتاج الرجل ده إلا إذا كانوا فعلا فينا هذا صدق قوص إنهم عايزين يطوروا أتمنى أن يحدث هذا التطوير خلال الفترة القادمة خلونا أقول لحضراتكم أن احنا الحمد لله بسطنا باتبسطنا وفرحنا بفوز النادي الآلي النهاردة ووصوله للمباراة النهائية ولكن تدعم من بكرة سيكون تركيزنا فقط على مباراة نادي الزمالك مباراة نادي الزمالك في الدولة ومن بعدها إن شاء الله مباراة البنك الأهلي قبل السفر إلى كأس العالم للأندية كل التوفيق لكل لعيب للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة ودائما يظل الجمهور للنادي الأهلي هو الحمى والسند وكل شيء جيد وكل شيء بيديك طاقة أو بيدي اللاعبين طاقة في المباراة القادمة إن شاء الله أنا بشكرك جدا أنا أستاذ عصام شكرا جزيلا أنا أستاذ محمد على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير